وضح لجزئية من وجد قوط يومه هل هذا يكون من المسكين التي تجب عليهم أيضا الزكاة نعم حتى وإن كان محنا كنا الفقير والمسكين في صورة البلد ربنا اليتيما ذا ما قربه أو مسكينا ذا ما تربه يعني المسكين التسق بالأرض من شدة حاجته التسق بالتراب من شدة حاجته لا يجد شيء المفاضلة كانت أيهما أشد احتياجا الفقير ولا المسكين وكلهما وكلهما من الأصناف التي تخرج لهم الزكاة سواء كانت زكاة المال أو زكاة الفطر ذلك شدنا النبع عليه الصلاة والسلام قال في زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين يعني لا يشترط أن يكون الفقير طبعا لا يجد قوت يومه فقط يعني ممكن عنده قوت يومه ولكن عنده دين عنده أولاد يرعاهم عنده أمراض يتعالج منها ويحتاج إلى أدوية هذه الزكاة وهذه الصدقات نوع من أنواع التكاتف المجتمعي لأن يكون الفقير هذا عنده ما يسد به جوع وهذه نعمة أنعم الله تبارك وتعالى علينا جميعا غني وفقير والمساكين والناس جميعا أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بنعم كثيرة قد لا ينتبهون لها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في شزره عنده كوت يومه فقد حيزت له الدنيا بأحلاسها أو بحذافرها أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهدية نعم من ربنا سبحانه وتعالى علينا لكن هذا لا ينفي أن الفقير هو أشد حاجة من الغني وأنه يطلب أو يسأل وكذلك المساكين هم كلاهما من الأصناف السمانية الذين تخرج لهم زكاة الفطر أو زكاة المال أشكر حضرتك حضرتك استوضحت فيها بس بردك النقطة اللي أنا عاوزة أوصل لها لسا وصلت الحوش نعم ألا وهي من وجد قوة يومه ده يعتبر من المساكين يعني ممكن أن هو ما يخرج في الزكاة لا يخرج الزكاة لا يخرج الزكاة أي زكاة تقصد زكاة الفطر لأنه كده كده مش معه مال طيب إحنا قلنا في أول الحلقة أن زكاة الفطري تجب على من تجب على كل مسلم تمام تمام بالغ طبعا عاقل على نفسه وعلى من تجب عليه نفقته صح كده تمام وعنده فائد من قوت يومه يعني عنده زيادة عنده زيادة يعني عنده طعام يكفيه النهاردة وبكر وبكر طيب لما عنده ما يكفيه لغد يبقى هذا واجب عليه زكاة إليه يعني دفع هدفع نعم ماشي إذا عنده قوت يومه يومه فائد عن قوت يومه أي إنما ما عندهش قوت يومه قوت يومه أصلا مش موجود فهذا لا تجب عليه زكاة الفطر اللي مش لاقي يأكل ده مش لاقي يعمل النهاردة لا تجب علي زكاة الفطر